في نشرة الأخبار يعني في ظل التجاذبات السياسية على مدى الفترة الماضية هل تجد تغييرا في المواقف سواء عند الإطار أو التيار الصدري يعني بالأحرى هل نلمس بداية ذوبان الجليد تفضل نعم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لجنابك ومتابعي قناتكم الموقع أعتقد أنه هذا ليس بالجديد بان كل تشكيل حكومة كلما أنتج المنتظم السياسي عملية انتخابية الآن الأمر مختلف طبعا يحدث هناك حراك وهذا الحراك طبيعي تيار الصدري يعتقد أنه هو يعني لديه مقاعد تمكنه من التفاوض بأرياحية قوة الإطار التنسيقي أيضا لديها مقاعد ولديها تحالفات ولديها تفاهمات ولديها قضية الآن في المحكمة الانتحادية حديث الآن عن تشكيل حكومة أعتقد مبكر لأنه أولا لم يتم المصادقة على نتائج الانتخابات ولم يتم عقد جلسة برلمان ولم يتم اختيار رئيس البرلمان ولا رئيس جمهورية ثم يصار إلى تكليف رئيس وزراء يعني بعد ما زالت الأمور الآن محتدمة نوعا ما سقف التفاوض الآن عالي حقيقة بالنسبة للأخوة في التيار الصدري لكن أنا أعتقد الأيام القليلة القادمة سوف تنهي هذا الجدل أو الآن تحركات على الواقع السياسي أشوفها جيدة يعني هناك تحركات واضحة سيد حيدا لمن للإطار التنسيقي تقصد حضرتك؟ نعم نعم هناك تحركات واضحة أعتقد هناك تعدد أدوار ووحدة هدف اليوم شاهدنا السيد العامري في المحكمة يقدم أدلة جديدة وشاهدنا السيد المالكي في أربيل لتبادل الزيارات والتفاهمات هذه ليست تفاوضات نعم بالتالي أكو تعدد أدوار ووحدة هدف والإطار واقعا متماسك أجد فيه يعني اليوم واقعا أثبت الحاج العامري من خلال مثوله أمام المحكمة لتقديم الأدلة أن هذا الرجل يبني إلى بناء دولة ويحترم سياقات الدستور والقانون ويريد أن يثبت هذه الحقوق التي ضاعت بالقانون بالتالي أنا أعتقد أنه تأخير المصادقة هو أمر جيد من عدم الذهاب أو عدم الذهاب باتجاه تشكيل حكومة والمصادقة مع وجود أدلة ثبوتية تثبت أن هناك تزوير مع كل هذا المشهد قد يكون فيه ضبابية فيه نوع من العتمة لكن بنفس الوقت أكو ضوء في النفق وهناك من يتحرك باتجاه التفاهمات والقوة السياسية الأخرى سواء كانت الكردية أو السنية واقعا تنتظر المصادقة رغم أنها لديها تنسيقات تنسيق عالي يعني أستاذ حيدر أكو تغيير بالمواقف أكو تغيير بالمواقف يعني خاصة من قبل الإطار يعني نعم من أين ناحية عفوا نتخذ؟ يعني بالأمس كانت مطالب الإطار يعني بالأمس أستاذ حيدر كانت مطالب الإطار إلغاء الانتخابات واليوم يطالب بالفرز يدوي لبعض المحطات وبدت التصريحات تتحدث عن إشراك الجميع بالمناصب يعني ماذا لو لم يقبل به الطرف الآخر؟ حضرتك لا عفوا الجنابك إذا طلعت على ما صرح به السيد العامري اليوم كان عرفت أنه يعني هو مصر على قضية إلغاء النتائج مع هذا التزوير هي أكو يعني قد يكون مشكلة بالإطار أستاذ حيدر بالمقابل أكو أطراف يعني هل هذا يعني أنه يشتغلون على أكثر من خط مثلا خط ملتزم أنه بإلغاء الانتخابات والخط الثاني يشتغل من جانب التحالفات اللي يتمثل بسيد نوري المالكي وخط آخر يعني يطالب بفرز بعض المحطات هذه الزيارات عزيزي لم تكن هي زيارة تحالف كان واضح أنه زيارة الوفد للإقليم الديمقراطي كردستاني زار بغداد أكثر من مرة حسن من باب الأصول من باب الدبلوماسية من باب التفاهم أن تتم إعادة هذه الزيارة هذا زيارة تفاهمية تنسيقية وليس تفاوضية حول ماذا هذه الزيارة التفاهمية استاذ حيدر يعني يجي وياك أنا ما يخالف حول ماذا التفاهمية هذه ليست هي تحضير لعملية نعم تفاهم في دراسة عفوا تفضل تفضل استاذ حيدر دراسة المستقبلية الستراتيجية لما سوف يحدث بعد المصادقة وهذا أمر طبيعي يعني ما أعتقد أنه فدأمر جلل كبير يستحق أنه مثلا نقف عنه نقول هذا يعني اليوم عندما شاهدنا الحاج العامري واضح كان وصريح تصريحاته أنه إذا كانت النتائج بهذه الطريقة الأفضل أن تلغى لكن إذا المحكمة الاتحادية اليوم إحنا مو جهة قضائية واقعا جهة القضائية هي من تحدد باعتبار أنها هي من تعرف أنه هذه الأدلة التي قدمت من قبل قوى الإطار وغير قوى الإطار بالمناسبة أستاذ ليس فقط قوى الإطار هي المعترضة أو الممتعضة أو التي قدمت أدلة قانونية نعم نعم أتفق معنا هنا قوى سياسية أخرى نعم وبالتالي أقول يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه تحرك السيد المالكي باتجاه زيارات سياسية ووجود السيد العامري في المحكمة هذا لا يعني أنه مقبولة كليا نعم هناك نتائج مقبولة جزئيا لا نقول نتائج كلها وهذه ليست موجهة بالمناسبة المحكمة وحضور السيد العامري وهذه كل الموضوع ليس موجه ضد قوى سياسية معينة يعني الحديث عن إلغاء الانتخابات هذا لا يعني أنه القضية موجهة ضد الأخوة في التيار أو ضد الديمقراطي الكدستاني لا اليوم أنا أعتقد كجهة سياسية كمنتظم عندي حق هذا حقي سلب سرق أنا أطلب من المحكمة أن تعيد هذا الحق هذا الأمر طبيعي مثل ما واحد عنده قضية في قضايا الاجتماعي اليوم يعني المتحكم والحكم الوحيد هو هنا المحكمة الاتحادية طيب ماذا بعد إعلان المحكمة وبقاء النتيجة كما هي هل سيلتزم الجميع بقرارات المحكمة؟ يعني ما الطرق الأكثر وصولا لتشكيل الحكومة يعني بعد المحكمة بعد تصديق المحكمة برأيكم يعني هل هي التوافقية أم لها؟ سؤال مهم شكرا سؤال جنابك مهم وأنا أعتقد هو لب الموضوع من لجأ إلى المحكمة وطرق بابها أكيد سوف يقبل بنتائجها ومخرجاتها وهذا ما صرح به جميع الأخوة في قوة الإطار التنسيق يوم ضمنهم الحاجة العامل فإذا أقرت المحكمة رغم كل هذه الأدلة الثبوتية التي قدمت بالطبيعة الحال هناك أيضا طرق أخرى يعني تعرف أن المجتمع الدولي أيضا موجود لكن المحكمة العراقية العليا الاتحادية هي الباتة في هذا الأمر هذا فرضية جنابك تفرض فيما إذا لو أنه المحكمة صادقت وقبلت طبعا الكل سوف يقبل بهذا النتائج تبقى هنا قضية خيارات هل سوف تشارك القوة السياسية في الإطار التنسيقي سواء كانت الفتح يشارك في العملية السياسية يدخل ضمن هذا الإطار المفاوضات هذا بعد أمر متعلق بقرار المنتظم السياسي المعترض والممتعض على نتائج الانتخابات بعد ذلك العملية ما تتوقف أستاذ يعني لا يتعطل البلد الإطار التنسيقي ليس جزء معطل ولا الفتح جزء معطل من عملية الذهاب باتجاه استقرار البلاد والعباد يعني الشطر الثاني من السؤال كان هو يعني ما اتطرق الأكثر وصولا لتشكيل الحكومة يعني هل هي توافقية أم يعني أغلبية برأيك إتا يعني الشخص أستاذ حيدا عفوا أنا أعتقد أنه ماكو أغلبية أغلبية يا أستاذ عندما نتحدث عن أغلبية وطنية هذا المصطلح أرجو أن تطيني مساحة حتى أبينه حتى المشاهدي يعني يكون على أبينه أغلبية عندما نتحدث عن أغلبية أما أن نتحدث عن أغلبية عددية داخل قبة البرلمان وهذه لم تتحقق عند أي منتظم سياسي يعني لم يتم الحصول على أكثر 165 مقعد حتى يقول أنا أغلبية وأنا شكل حكومة والبقية للمنتظمين السياسيين حقيقة أما أن يأترفون وأما أن يذهبون بالمعارضة أما الحكومة الأغلبية الوطنية أنا متيقن كما أعرف وكما تجربة أنه المنتظم السياسي الكردي سوف يشارك بكله بكله المنتظم السياسي السني سوف يشارك عندما نتحدث عن أغلبية وطنية معنى ذلك أنني أريد أن أقصي منتظم سياسي شيعي فقط وهذا ما حاصل يعني اليوم أنا من أريد أشكل حكومة يفترض أنه جزء من الأكراد يذهبون إلى المعارضة جزء من السني يذهبون إلى المعارضة جزء من الشيعة يقتنعون ويذهبون إلى المعارضة حتى يصير توازن بالقوى بالكفتين وهذا ما يحصل يعني لا حاصل لا أكو تصريح من هذه القوى ولا أكو تلميح أكو فقط الأخوة في التيار الصدري مصرين على قضية أنه حكومة أغلبية وطنية وهذا ما يصير يعني واقع الحال واقع العملية السياسية المشهد السياسي ما يقبل بي رغم أني مع الأغلبية السياسية واللي نادى بها سيد المالكي أيضا قبل سنوات واللي أصروا عليها لكن غير متحققة غير متحققة على أرض الواقع لو أكل الآن منتظم محصل 165 مقعد نعم أستاذ حيدر يعني سؤال أخير ولا وطن عليك يعني في خضام هذه الفوضى أين دور اللاعب الأساس وهو العامل الخارجي طبعا أولا العامل الخارجي مو كل الدور إليه الآن السياقات اختلفت يعني منذ تسنم السيد عادل عبد المهدي في حكومة السابقة قبل حكومة الكاظمي ما كان لللاعب الدولي إلى دور لاعب الدولي الآن كان إلى دور في التدخل في تزييف إرادة الناخب العراقي اللاعب الدولي اليوم كان إلى دور خبيث ناعم مواضح على السطح وهذا اللاعب الدولي اللي يريد أن يجعل العراق فوضى أنا ما أتفق أنه الآن إحنا في حالة فوضى سياقات طبيعية جدا والأمور ماشية حسب السياق السياسي والقانوني والدستوري لم يحدث شيء جلل بحيث لا سامح الله نقول أكو مخاطر على العملية السياسية ما زال الأمر بخير هذا التأخير يجرنا إلى مشاكل ربما كبيرة جدا يعني أبسطها من الجانب الاقتصادي نحن مقبلين على موازنة راح نعيد نفس الموازن مع العام السابق هذه كلية مشاكل يعني البيانات الختامية لكل معظم الوزارات من يراقبها؟ يعني هذه كلية أليست فوضى؟ صحيح أنا أتفق وياك أتفق وياك أنه هناك قلق لكن بنفس الوقت هذا القلق لا يتحول إلى أرق وإلى مشكلة كبيرة نعم باتجاه موازنة ننتظرها حكومة مؤقتة موجودة الآن حكومة تعمل بعملها نعم هناك لا رقيب ولا حسيب ونعرف أنه هناك انتهاكات قد تحصل في وزارة هنا أو هناك لكن على كل حال حسب ما يقال أنه في كل تأخير أخيرة أفضل أنه أذهب باتجاه أن أقبل بعملية سياسية فرضت عليها من قبل اللاعب الدولي أو لا أذهب بتصحيح ما يمكن تصحيحها من نتائج وأمضي بعملية سياسية يكون جميع الطيف السياسي راضيا عنها بمعنى أنه ليس قضية أنا معترض لأنه خسرت نعم هي ماكو خسارة وأتفق إياك ولذلك أيضا ندعو القوى السياسية على أن تعجل في قضية مهمة وضرورية أن تقبل بقضية مهمة لا تقبل بأن يكون هناك لاعب سياسي واحد يريد أن يحتكر السلطة لنفسه وهذه التصريحات اللي دائما نشوفها تصريحات حقيقة خطيرة نعم تؤثر على الوضع السياسي بصورة عامة بس صدقني قوة الإطار قوة متعقلة وإن شاء الله سوف تمضي الأمور إلى ما يهوى الشعب العراقي أولا إن شاء الله دكتور حيدر البرزانشي المحلل السياسي كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة